وأن تمر على مختلف أحياء بلدية السدخطاب بولاية خدسان تلاحظ هذه البنايات المبنية بالقرب أو تحت شبكات الكهرباء توسع عمراني عشوائي على حساب شبكة الكهرباء خطر حقيقي يجهله المواطنون كان اعتداء في الماضي أما الآن سيحلوا صفحة اعتداء بالنسبة لبنية الهشفة في بلدية السدخطاب فتحنا صفحة جديدة مع الرئيس البلدية هذا الجديد مكهاش البنية الهشفة هذا ما نخبوش حنا ما نسبليه خابونا نخبو صح الله غالب ما سملاكي نديره معه هذا الحيطان اللي درناهم من هذا هذا رغيت تدريك من مكهة ولا ما خسروش السل لا لا بلي خاطر حيا فحنا مش نقول مش خاطر هذه مقاسي كانوا زروباء هذا كان زرب دين سدرها اسمحلي كان دين سدرها قصبة قال لك قلعوا مديروا حيطان قلعوا سدروا حيطان مديرية شركة توزيع الكهرباء والغاز تؤكد أن الظاهرات سببت في خسائر للمؤسسة من خلال تخصيص مشاريع لتحويل هذه الشبكات وتؤخر لاستفادة من الربط بالغاز تفاديا لتسجيل حوادث الإجراءات سواء الإجراءات القانونية بالنسبة للذين اعتدوا على الشبكة الكهربائية أو تقديم كشوف كمية لتحويل هذه الشبكات ووضعها في مأمن كما تلاحظون هذا مثال حي أنه إذا كان فيه أعطاب يصعب للأعوان سواء القاز لتدخل لهذا إشكال لأنه في حالة الأعطاب ما نقدرش ندخله إذا ما يكون فيه تعدي على الشبكة ثانيا زائد على الأخطار لتشكلها على الساكنة والسكان هذه المنازل بناء مسكن الأصل فيه توفير سقف يحمي المواطنين وعائلته لكن تشييده بمثل هذه الطريقة خطر قد يفقده البيت وسكانه معا في حال تسجيل أي حادثة